نجح المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه ضد الخليج مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني له ولمصلحة نادي الاتحاد في الدقيقة 69 بعد مروغة دوجلس حارس الخليج ودفاعه بشكل مميز بعد ركلة ثابتة نفذها البرازيلي ايجور كورونادو وكان نادي الاتحاد تقدم في الشوط الاول بهدف نظيف سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 4 من زمن اللقاء وسيطر نادي الاتحاد على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الاولى وسط لعب الخليج على الهجمات المرتدة دون خطورة كبيرة على مرمى العميد متابعنا الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس لشعارات ليصل كل جديد اشتركوا في القناة